نروح لنتائج مباراة الدوري النهاردة في الجولة السامنة بدأت بمباراة الاهلي وفاركو عند الساعة الخامسة وفاز الاهلي 2-1 زي ما قلت لكم الزمالك فاز 4-0 على حرس الحدود والاسماعيلي فاز على امبي 2-1 وطلع الجيش فوز مهم على البنك الاهلي بهدف دون رد نبدأ بمباراة الاهلي وفاركو الاهلي عمد شوت اول رائع جدا جدا وضيع فرص كثيرة جدا وهتحدث مع محمد جمال بعد شوية عن الفرص الكتير اللي بتضيع من النادي الاهلي احمد عبدالقادر سجل الهدف الاول للنادي الاهلي في دقيقة 30 بقى الساست رائع جدا من علي معلول خلاص كده الاهلي هيركب المطش الاهلي اصلا بيضيع فرص الاهلي هو اللي بيهاجم فاركو بلا فرص بلا هجمات ولا حاجة خالص فالاهلي بيسجل الهدف هجيب التاني اللي بعده والمباراة خلاص بدري بدري بعد 6 دقيقة فقط 6 دقيقة فقط اخطأ في وسط الملعب اخطأ من ديانجي واخطأ من ياسر ابراهيم وخطأ ايضا من الشناوي هدف دون داعي ضد النادي الاهلي ضد مصاري اللعب تماما هدف لفاركو في دقيقة 36 يقدر يتعادل بيه ويحابس فاركو في الشوت التاني طول الشوت التاني على نتيجة المباراة بشكل رائع جدا دفاعيا ولكن يجي ضربة روكنية في دقيقة الاخيرة من الوقت المحتسب بدرا من الضائع حسين الشحات بيرفعها برونو سوفيو بيحولها براسو محمد الشريف البديل بيكملها في الهدف عشان يسجل الهدف الاهلي الهدف المعتاد المعتاد اللي هو بيبقى في اللحظات الاخيرة ويفوز الاهلي في مباراة في رأيه صعبة على نفسه من الشوت الاول وليس الشوت التاني مارس كورر بعد المباراة قال ان احنا ضغطنا بشكل جيد في الشوت الاول من المباراة واضعنا الكثير من الفرص اللي كانت كفيلة بينهاء الشوت وبفارق الاهداف كبيرة والقاعدة معروفة دائما من يضيع كثيرا يستقبل الاهداف وهذا ما حدث لنا اجمل شيء ان ارى الفريق يكافح حتى اخر لحظة في المباراة بثقة كبيرة باننا نستطيع تحقيق المكسب ثم تسجيل هدفا هذا امر جيد واهل النواب يتحدث مع العيب الاهلي دائما وبيقول لهم ما يشغلوش بالهم بموعد التسجيل بقدر الثقة دائما ان احنا نستطيع التسجيل نتكلم كمان عن الدفع بمحمد مجدي افشا وبرونو سافيو سوان قال اردت تجربة ثنائية افشا وبرونو سافيو عشان اشوفهم قادرين على سورن الكثير في الملعب وده حصل فعلا النهاردة وقال ان سافيو في مركز رأس الحربة مع فريقه القديم لعب واجاد في هذا المركز وقال ان مشاركته اليوم كانت مش جديدة عليه كمان قال ان تغيير مراكز اللاعبين تتعلق بضغط المباراة واللي هتستمر معنا حتى نهاية فبراير وده امر طبيع عشان احافظ على مستوى الفريق والعمل من اجل الفوز دايما بيكون طول الوقت مشي ده مطش النادي الاهلي وفارقه زي ما قلت لكم فنيا كسيرا انا اتحدث مع محمد جمال في الفقرة الاولى وبعد كده في الفقرة تاني اكون معايا كابدن الكبار كابتن حسن مصطفى كابتن احمد السيد السيد